صدق الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية من حملت الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملت الثانوية الصناعية وما يعادلها وخرجي الجامعات الحكومية والخاصة وحملت المؤهلات العليا محاربين دفعة أكتوبر عشرين أربع وعشرين ومن المقرر أن يتم فتح باب سحب الملفات من مكتب التنصيق بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة اعتبارا من السبت المقبل مع مراعاة توقيت السحب للطلب الحاصلين على الثانوية عام عشرين ثلاثة وعشرين أو عام عشرين أربع وعشرين ويتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف وسيتم تصحيح واعتماد النتيجة ثم إرسال رسالة النصية